تعتقد أو تتوقع أنه من المفترض أن يكون فيه تحرك بشكل رسمي في مخاطبة اتحاد الأفريقي فيه جواب شديد اللهجة أنا كنت بدردش محاك يمكن أثناء الفاصل وقلنا أن فيه مواقف كتيرة جدا تعرض لها الأهلي بشكل خاص والفرقة المصرية بشكل عام ويمكن إلى حد ما لنقطة معاناة جماهير الهندية المصرية وجماهير النادي أهلي ممكن تتقبل بعد التحامل لما بنكون وده بيحصل كتير بنعم بره أرضنا لكن على أرضنا أعتقد أنه ده أمر غير مقبول على الإطلاق هو بس اللي ممكن عمله إذا كان هناك فرصة أو فكرة لعمل بيان هو البيان ده بيبقى بيان تحفظي أكتر منه مش هيغير فنش هيغير لكن هو الموضوع الأصلي مفروض على الاتحاد الأفريقي نفسه حيث ده جبت سيرت بقى موتسيبي اللي هو الرئيس الاتحاد الجديد الأفريقي يجب أن يكون على رأس اهتماماته اللي هو النقطة التحكيم لأن التحكيم الأفريقي مع كل الاحترام ليهم كأشخاص إنما للأسف الشديد فيه شكوى مستمرة من أداء الحكام الأفاقة فلابد أن يكون هناك اهتمام بهذه النقطة كبير جدا يبقى على رأس أولويات جدوى الأعمال الاتحاد الأفريقي الجديد صحيح دي نقطة النقطة الأخرى اللي هي الخاصة بتقديم نوع من الاحتجاج أو الاعتراض أعتقد أنه مش هيؤدي برضو إلى أن المباراة اللي تليها مباشرة تضمن أنه ما فيش حاجة هي الفكرة كلها زي ما قلنا أنت حتلعب وانت عارف كويس أن فيه أخطاء تحكيمية بقدر الإمكان بتبعد هذه الأخطاء عن الصندوق اللي هو قدام المرمة اللي هي منطقة الجزاء بقدر إمكانك ما أنت المرة دي كنت بعيد شوية وتحسبت لك برضو لكن أقصد أنه حاول باستمرار أدائك يبقى خارج هذا الصندوق أنا لو قفلت الحتة دي أستاذ جمال ممكن يجيلي هدف تسلل أو ممكن يجيلي هدف بالإيد بالضبط يعني أصلت قبل كده كتير أنت لن تستطيع بقى أن أنت تضمن دي مية في المية حتى لو خدتهم الاسم يعني أعطي أهو الله حتى لو خدتهم الاسم وحلفت عليهم لو الحكام في حكم ما عاوز ياخد قرار للأسف الشديد الحماية اللي واخدها الحكم حماية يعني المفوضة أنها تبقى ميزة ما تبقاش عيب إنما للأسف يعني حنقول إيه فاكر الهدف بتاع مايكل إنرامو بالبوكس الحكم اللي أدار هذه المباراة كان عرجون فكرونا كده لا لا ما كانش عرجون كان حكم أفريقي بعدها بكذا مباراة بعدها بكذا سنة تم شطبه من سجلات التحكيم الأفريقي بتهمة الرشوة يعني أنا مش فاكر إيه اسمه دلوقت الحقيقة بس أنا اللي أذكر كويس قوي إن هذا الحكم تم استبعاده وشطبه من سجلات يبقى ده معناه إيه إن انت النهاردة أضريت بنادي سواء للآله أو غيره أو أي نادي آخر إنه الأخطاء دي بتصيب الأندية بالضرر وبعد كده استفاد إيه بقى لما بعدها بسنتين ثلاثة يتشطب لسوق السلوك أو للرشوة ومن هنا تيجي أهمية مثلا وده كنت بكلم عليه في الجزء الأول من الحلقة إنه زي أكبر وأهم مسابقة فيه قرر أفريقية ما يبقاش فيها تطبيق لتقنية الفار يعني لو بتهالي إنه بالنسبة 99% من عشرة في المية لو فيه فار مبارح ما كانتش الغلطة دي أصبح بالأقل هيبقى فيه فرصة للحكم حتى لو هو حسن النية وأخطأ بيتراجع ما هو الفار بيديره فرصة إنه هو يصلح خطأه اعتمادا على إن الفار أشار بحاجة معينة صحيح